اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 الضغمير هادي عفوه ان شفات. سوف يكون حبس من انني نضيف البيض. فكن بقى نحرك بحركة لبالي اشي طريف صغير وار بحركة كنحاول نورك عليه بالمغرف باش ما يبقاش نهائيا للبيض بعين. كي اللي ما تيبغيش يضيف البيض او لفطالبيات ما كتبغيش البيض ممكن لانكم غير توقفوا الضغميره مزيان وديروها تصفه من هلك الزيت. غير هو الضغميره اللي ما كيكونش فيها البيض رهاك تكون قليلة بزاف ما كتكونش كتيرا وكتجيني انا بحلي بحلي ج دجاج ديجي ناش ما تجيش البسطيلة ما كتجيش يعني ارطبا يعني الدجاج ما كيجيش ارطب إلا كانت غير دغميره بوحده. هنا كما كتلاحظوا ما اخديت هذا الدجاج حييت لها جلده والعدومه في الطريفات اللي ما يكونوش ارقاق بزاف. اخديت هذه الدغميره اللي تصفات مزيان من الزيت. اضبت على الدجاج ودمجت المكونات كاملين. اخديت هنا يا اللوز اللي كان كونه بسخنة ودهنتوا بالزيت ودخلت اللوز الفران كيجيب حلي مقلي. اضبت هنا القرفة وضفت هنا يا اه سكر ناعم وهذاك الزيت اللي تصفى اللي هي من الضغميره فاش كانت كتصفة ضفته على اللوز. هاد الزيت هاد راكي اعطيت تعليك غزالة غزالة بزاف. اه في اللوز وحتى اللوز ما كتتحرقش واش كيكونوا يطيبوا البسطلات ولا البسطيلة الكبيرة. ما كتتحرقش نهائياً اللوز بهذاك الزيت اللي كنضيفه. فما كنضيفوش هادك الزيت كامل يعني كنضيف غير واحد الكيمية الجهد اللي نشوف على ان اللوز را تلبس كامل وتعلق صفي كنحب الزيت اللي تبقى ليه كنضيف ليه الزيت العادية ولي تندهن به الورقة فاش كنكون لمط البسطلات او البسطيلة كبيرة. مويمة دوت الشكل دي اللوز كيفاش كيولي مني كتضيفولي زيت را ماشي كيولي اللوز في عزق واش حاجه كي تلبس بحلاكة صفي كتحبسو. فبالنسبة لهذاك الزيت اللي كيتسقطر من الضغميره را ما كيكونش وحد الكيمية كتيرة را غير كيمية قليلة كتضيفو منه اللوز عادة كتضيفولي الزيت العادية وضيفوش شوية الهريسة وشوية التحم تخلي واحد المده عادة تصفيو من هديك التحميره والهريسة وقد دهنو به الورقة دي لبسطيلة دي لكم سوى في البسطلات الصغار او لا في البسطيلة الكبيرة. لكن ما كتلاحظوا معي هاده هو دجاج اللي خلط مع الضغميره بعد ما تسقطرات مزيان واللوز اللي خدمنا دعبه. فكنناخدو هاد الزيت هاده كما كتلاحظوا معي الورقة نهائيا ما كتدهنش بالزبدة. الزبدة را فيها الحليب وفيها الماء وخاء يعني ندوبوها نوازيت راها كتلوي الورقة دي لبسطيلة. رغير كتتخرجوا البسطيلة كتبرد كتجوا تاكل البسطيلة بحالي كتاكل البسطيلة يعني ما مكناش تقرميشا نهائيا دي لالورقة. الورقة دي لفيلو هي اللي الدهنوها بالزبدائي لكتو غد تخدمو بها البسطيلة او لبسطيلة او لبسطيلة او لسيجا. نسبة هاد الاطارة ده فك القطر دي 8 سانتيم ونص كان دهن المتلت دي لورقة وجه الحرشة كتكون داخل مع الحشوة كان دير كمية من الحشوة وكان دير فوقها معلقة كبيرة دي اللوز وكان جمع الب روسين которого لاكن سيطلاء بهذا الشكل هذا وانا كنسد بالبيض اللي مخلطه مع صلصة سوجة كنستمر بها الطريقة هذي كي ما كד interferتوا معي حتى نكمل كيميا كلها بنفس الشكل. بطي لفيلة وحدة كندير وبع جوج متلتات بهذا الشكل هادا كندير الحشوة وكان دير اللوز او ندهن بالبيض اللي مخلط مع صلصة السوجة. وكنجمع هاد القنيطات هادو وكنجيب متلت ااخر كان نخدم بنفس طريقة كندهن هاد المتلت50 تب زيت وكندير بسطيلة أخرى وكنت سد بهذه الصورة بالبيض اللي مخلط مع صلصة السوجن فتبقى هذا هو الشكل دي اللي بسيط لها صغار بالنسبة لصاحبات الطلبية فكانت بغتهم بحلقة يعني أنا كلها بسيط لدرتها لها فين بوحدتها وجمعتهم لها في الامبلاج فكانت بغتهم بعد ثلثيام فدرتهم في المجمد ومن المجمد دخلتهم الفرن يعني ميطلقوش نهائيا فان شاء الله هندوزوا لطريقة دي التحضير دي الميني بيتزا صغار فخليكم معي بإذن الله إذن بالنسبة للميني بيتزات فأنا اجن معاكم عجنة وحدة ومن بعد إذن عندي في المكونات كاز دي العنبة دي الحليب وكاز دي العنبة دي الموطعتهم فتك الغرفت فهو كاز دي العنبة دي الدقيق القمح الصلب أو للفين وعندي 400 جرام حتى 450 جرام دي الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات معلقة كبيرة ومصد دي الخميرة دي الخبز على حساب داب الجو وشوية برد عندي أيضا معلقة كبيرة عامرة دي السكار ومعلقة كبيرة دي الزعتر معلقة كبيرة دي الخضر المجففة أطلقا واكتبعد الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات عندي الملح واحد شوية دي التحميرة في مئة اختيارية ماشي درورية ممكن ديروا التومة بودر فتبقى لكم الاختيار في المنسمات اللي غد نسمو بهم العجين فاندوز إن شاء الله لطريقة دي التحضير فخليكم معي بإذن الله إذن غنبدو على بركة الله أول شيء كنناخد إناء كنوضع فيه الحليب والماء اللي تيكونوا دافين نضيف المكونات اللي سبق وذكرت لكم كاملين من بعد غنخلي هات السكر والخمير والحليب والماء يتفاعلوا لي واحد ستا دي الدقيق حتى السبعة دي الدقيق نشاء الله غنضيف باقي المكونات والمنسمات فخليكم معي بإذن الله فهنا بعد ما تفاعلوا لي المكونات غد نضيف المنسمات عندي الخطر المجففة شوية دي التحميرة في مئة وشوية دي العطرية سبيسيال دي الحوت اختياري نسيت ما اذكرت لكم فهيبقوا المنسمات على حساب الرغبة دي لكم ممكن نكتافي وغير بالزعتر إلا ما لقينا شهد الخطر المجففة اللي صراحة كيعطيوه اللون في البيتزا وكيعطيوها مضاق اللي تتماشى مع جميع الحشوات كما لاحتوا معي اضافت دقيق القمح الصلب ونبدو نضيف الدقيق الأبيض بشوية بشوية حتى نشوف على أن العجينة تلمات لياك تحصلوا على واحد العجين اللي كيكون خفيف وكيتلصق شوية باليد كدلكو العجينة فوق سطح العمل او لا تخدموا العجان اللي بغيتو حتى كدلكو هاد العجين هادي مزيان عادة كتضيفو ذاك نصف كاس ديال العنباء ديال زيت الزيتون كل مكانت العجينة مرخوفة كتحصلوا على نتيجة مزيانة في البيتزا ديالكم لكن ما لاحتوا معي غنضيف هاد زيت الزيتون وغندخل هاد زيت الزيتون في العجينة وندلكها مزيان عاد نخليها تخمر مرة أخرى بعد ما خملت لي العجين شكلت منها قطعة بحلاكة وغنخليها تاني تخمر مرة أخرى فكنت لقوا العجين بعد ما كتخمر المرة تانية وهي مشكلة وكنت لقوا العجين بوق سطح العمل بالاستعانة بالدقيق الأبيض كنت يكون السمك ديال بيتزا رقيق ومني كنت لقوا البيتزا في السمك اللي بغينا كنسين واحد شوية بد ما اخذ هاد العجين بلاستها باش من ينبدا نقطع العجين ما تدفور ماشنا وترجع علينا سافي كنسين واحد شوية بتناخد القطعة على القطرة ديالات 8 سنتيم تبقى على حسب القطرة اللي بغيتو بغيتو تديرهم صغر من هاد الحجم هاد ممكن ناخد اللاطة وكنبدأ نقطع في القطع ديال العجين وكنحط في اللاطة كنتقب هاد البيتزا تهدو مزيان وكندخلهم مباشرة للفران يطيبو على النار اللي تكون متوسطة تردوا لبال العجين ديالبيتزا غير كتتشمع سبيتخرجوها باش يلا كيتخليو فين طيب او ليدوب لنا الفرماج مع الحشوات اللي بغيتو فهدا هو السمك ديال العجين كيما كتلاحتم معيه وخاكي بليكم السمك رقيقر هاكي الضعف او لكتنفخنا هاد البيتزا دي باش كتكون كط اذا ندخل هاد البيتزا هادو يطيبو ونطلق بكم انشاء الله في المرحلة التالية بعد ما ندير العجنة الثانية ديالبيتزا فخليوكم معي بإذن الله بالنسبة لهاد البقايا هادو اللي تبقى ولي ديال العجين فكندلكم فوق سطح لعمل واحد شوية وكندرهم في كيس بلاستيكي وكانوضعهم في طنجرات الطاقة حتى يرتاحوا وكنعود نطلقهم باش كيجيون البيتزا تعاديين مكتبينش هادوك تتعاويده في العجينة وانطلق بكم انشاء الله خواتي خليوك فالخطر المجفف فاخيزوا الفلفلة حمراء هي اللي كتعطيهم هاد اللون هدا كيكونوا في هاد اللون هدا بالطبط فبالنسبة للطلبية الاولى كانوا فيها ميني بسيطلات ميني ببيتزات وكيش بالزبدة السبيسيال هادي هي الطلبية الاولى خرجت بحلقة الكيش كانت فيه جوج عجنات بالزبدة السبيسيال بالنسبة للبيتزات اللي عمرت فكانت طلبية اخرى غير عجنة ونص والكيش درت عجنة بالكيش عجنة ونص من الكيش طويل وعجنة ونص من ميني كيش صغير بزاب فان شاء الله هنخلي لكم الرابط بصندوق الوصف ديال العجينة ديال الكيش بزبدة سبيسيال او لزبدة العادية يبقى لكم الاختيار فهذا هو الشكل ديال الكيش واللون ديال الكيش هدا تحميره في مي وديراء العطرية الخاصة ديال الحوز او للعطرية الخاصة ديال الجيش فان شاء الله هندوزوا للمرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله وبالنسبة لهاد الكيش هدا الحجم الصغير ديال الاوبال غنخلي لكم القطر شحال فيه ديال هاد الكيش هدا فكيشي صراحة نغزال حتى في الشكل دياله اطلقى بكم ان شاء الله خواتي في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله نبدأ ونشحروا في الحوشوات اللي غنعمروا بيهم البيتزات ميني بيتزات وميني كيش خديت هنا يا طنجرة او لمقلات ووضعت فيها شوية ديال الزيت درت هنا يا الفلفلة بالالوان ديالها البصلة شوية الملحة شوية البزار او كان نقص النار كان خليت هذه الفلفلة دي والبصلة تنزلوا بصيفة نهائية انما كيبدا يدخل بهم الطياب صافي تنحيدهم من فوق النار فبالنسبة للميني بيتزات وميني كيش وجدتهم قبل بنهار باش كتجيني الخدمة سهلة هناكي ما كتلاحظوا معي غير تي بدو تنزلوا صافي تنحيدهم من فوق النار غنوضعهم على جنب تيبردو وخطيت الطنجرة وضعت فيها شوية ديال الزيت العادية وزيت الزيتون ووضعت هنايا وحد الحبة ديال البصلة المتوسطة شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الاسود كنسين وعلى هاد البصلة هدي حتى كتنزل مزيان وكيتدهب لونها عاد غنضيف لها وحد الربطة المتوسطة ديال ليزيب بناغ اللي كنغسلوها مزيان وتنقطعوها فما كتاخد شو حد ل الوقت طويل باش تنزل لينا هناكي ما كتلاحظوا معي غدا نضيف ليزيب بناغ وكنخليوا النار منقوصة كنستمروا في التحراك حتى كتنزل لينا او لا كتطيحنا هاد السبانيخ هادي صافيو كنحطوها على جنب تتبرد واندوزوا ان شاء الله الحشوة التارية بخليوكم معي بإذن الله فبالنسبة للحشوة التانية ديال الكيش غدا ناخد طنجرة غنوضح فيها شوية ديال زيت الزيتون والزيت العادية بصلة متوسطة غنضيف لها شوية ديال الملح وشوية ديال اللي بزار كنسينو على هاد البصلة هادي حتكت نزل مزيان عاد غنضيف لها الكفتة ريجيم او للكفتة العادية وللكفتة ديال لداند وللكفتة ديال يعني ديال الجر تيبقى لكم الاختيار اي نوع ديال الكفتة ممكن انا نخدمو به فبالنسبة للبصلة غدا نزيد واحد شوية ديال البصلة لعنو هال الحسب الكيميين لدي ديال الكيش كمم والاحتمو معي شوية ديال الملح شوية Δيالienne اللي بصار وزيت الزيتون اللي عادية هذا هو الشكل انتهى الولايوب هذه الشكل ديال البصلة كيدكر نضيف هلا النصر من نجلة اللنunya ون cheddar chainerm تضيف الكفتة ونضيف شوية ديالتحvenir لشوية ديالتحرم اضيف شوية ديى القصبر مطحون وشوية ديل اللعطرية ديالكفتة اختيارية ماشى ضرورية صافي وكنخلي النار منقوصة وكنسين على الكفتة هذي حتى كالطيب وكنحطها على جنب كتبرد فبالنسبة لهذا هي الحشوة اللي عمرت بها الكيش للشكل دياله أوبال فكتجي بنينة بنينة بواحد الشكل غزال غزال بزاف ماكيناش العطرية بزاف وكتجي واحد المداق مميز و اكتر اكتر من رائع مهم الكفتة يبقى لكم الاختيار اي نوع ديال الكفتة ممكن انكم تخدموا به الى درت الكفتة ديال الدجاج او للادان تزيدوا شوية ديال سكينجبير نسبة للحشوة اللي غنديرها في البيتزا اللي بصوص بلانش ضفت هنا هي الكفتة بوحدتها قبل درت زيت زيتون وزيت العادية ضفت الكفتة وضفت البزار وشوية دير سكينجبير وشوية ديال قصبر مدقوق وشوية ديال العطرية ديال الكفتة غيش شوية شوية نشحر الكفتة ثم نضيف الخضر المجففة نضيف نضيف 50 جرام الزبدة نضيف نضيف كسان حليب على حسب كمية المعلقة اللي غدخدمه بها إلا كانت له معلقة كبيرة ديال الطحين فغدرو جوج كيسان ونص ديال الحليب كانت للمعلقة كبيرة متوسطة غدرو جوج كيسان و 4 ديال الحليب فقط فغد انضيف آآ من بعد جوج متلتات ديال الجبن هو يعني سننضيفه 3 ديال المتلتات ديال الجبن أنا ما كانش عندي فعوت بمعلقة كبيرة ديال الفرماج بودر ماشي ضروري انا غي ما كانش عندي الجبن كافي المتلت قدرت غير جوج فمني بالي على انه عندي الجبن بودر ضفته على البشامل يعني اختياري ماشي ضروري اه هناك كما كتلاحظو معايا كنستمر في التحريك حتى كي تبدل لي واحد شوية اللون ديال الدقيق غير واحد شوية سم غادي اه اللون تيغلاق وحد شوية صافي كتضيفو الحليب اللي تيكون عادي وكتضيفو شوية ديال البزار شوية ديال الملحة والجبن متلت وكتبقى تستمر له في التحريك ديال هاد خليط هاد احتكي بل لكم تقال صافي كتتحيدوه مباشرة كتاخدو اه يعني الميكسور وكتخدمو هاد البشاميل هادي مزيان باش نعرفو على انا واش نزيدو الحليب لله الى بنت لكم البشاميل طحنتوها وبردات ويعني قصاحت بزاف غا تزيدو الحليب يعني القياس اللي غا يطلق لكم البشاميل ديالكم صافي كتتحصلو على بشاميل بشكل كريمي كما غتلاحو معايا ان شاء الله هنا ضفت الجبن بودر وضفت البزار والملحة الجبن بودر رغماشي ضروري انا مني كيكون عن ديال جبن متلت ما تنديروش يعني كما اسبق وخدمت معكم بشاميل اه في في القهطة فغدا نوجدو ان شاء الله اخلي ثلاثة ديال البيضات غدا نضيف جنش قطع ديال الجبن متلت شوية ديال البزار شوية ديال الملحة اه ضانون طبيعي بدون سكر ربعة جرام ديال الخميرة ديال الحلوية ما يعادل نصف كيس مع القصغيرة هنا ديال النشا يعني كينا هنا الخميرة والنشا فهد الاناء هذا ضفتهم دفعة واحدة غدا نضيف ضانون طبيعي بدون سكر سوف نخدم المكونات مزيان وغدا نضيف واحد تقريبا ثلاثة ديال المعالق كبار حتى الربعة ديال الجبن احمر اللي تيكون محكوك وكنضيفه الحشوة اللي عندنا اللي تكون باردة يعني الحشوة ديال الكفتة والبصلة اللي وجدنا في الاول فبالنسبة للبيشاميل بعد ما تقالت حييتها من فوق النار واخديت الميكسور وطحنت البيشاميل مزيان حتى اولا عندي وحد الخاليات كريمي مزدت شنيائي الحليب كان القياس ديال الحليب هو هداك كيما سبق وذكرت لكم بانت لكم لان البيشاميل ديالكم تطحنتوها وبردات وتقالت غتزيدوا الحليب القياس اللي غي يطلق لكم البيشاميل وغتطحنوا هتحصلوا له نفس نفس النتيجة هنا كيما كتلاحظوا معايا كنضيف الكفتة والبصلة الحشوة الاولى اللي وجدنا صافي كنتبج المكونات الى بغيتوا يعني الكيش يجيكم من فوق وما ينزلش او لا يتفش من يتخرجوا الكيش من الفرن انكم هاد الخليط هادي يكون تقيل ميكونش خفيفي لكينا خفيفوا في السوائل زيدة للحشوة تم الكيش كيباليكم في الفرن لانه راه طالع مزيان ومن فوق الكيش مزيان ولكن مني كتخرجوا الكيش من الفرن كيتفش لانه كيكون الخليط سائل فهنا كما لاحظتم معايا رمازان عندي الكيش لانه كانت عندي عجنة ونص غير على الحساب اللطة غدا نعمر هاد الكيش هدا احتى الفوق كما كتلاحظوا معايا ما تفايد موالولي لان الحشوة تقيلة مني كتكون الحشوة خفيفة تم الكيش فين كيفين نستمر حتى نكمل الكيمية كلها بالنسبة للحشوة فجادني يعني قد قد في الكيمية اللي عندي ديال هاد القوالب ديال الكيش الكيش فاش كتطيبوه ما كتخليوش حتى كيتحمر غير تيتشمع الكيش وتيق بطراتو مزيان صفيك تخرجوه من الفران فبالنسبة الكيش انا ما كندير ووصل الكيش فاش كندخلوه طيب اول مرة ما ينزل موالو موما خليلكم الوصفة في صندوق او للرابط في صندوق الوصف ترجعوا الوصفة فنزل الكيش المعتمد عندي وكي يجي الكيش بنين بزاف عربي بشيش ما تلقوش الفرق ما بين الحشوة وما بين الكيش يعني ما كنت تلقوش اللابة ديال الكيش قاسحة والحشوة يعني ارتباء كتلقو يعني بحل الكيش بحل بحل الحشوة يعني الى الداخل يعني كيش عشيش وبالنسبة للميني كيش اللي بلزي بيهن فنفس اللابة نعمل بيضات 3 بيضات مع القاص صغيرة للنشاء 4 جرام الخميرة الحلويات طبيعي يبدون سكر المكونات كاملة اللي خدمنا في الخلطة الأولى هي نفسها اللي خدمنا في الخلطة الثانية هنا رغير كانت بقع دي نصف بكية دي الخميرة دي الحلوية فهما ضفتش كيس من الخميرة دي الحلويات وانما غير نصف صف والجبل الأحمر علبة دي الزنون طبيعي بدون سكر نخدم المكونات كاملين وكنضيف ليزي بناء مع البصلة اللي وجدنا من قبل بالنسبة لهد ميني كيش فالقطة دي هم كان خمسة سنتيم يعني هم رف الحجم الصغر من هد الأوبال هادو فكيجيوا صراحة غزالين بزاف كانت خدمت معاكم بهم حتى ميني طاقتوليد دي اللوس وبشوكولات فكيجيوا غزالين بزاف هنا ضفت ليزي بناء والبصلة والخاليات خاصو يكون تقيل كيما اسبقوا تكرت لكم باش كيبقى الكيش طالع ومن فوخ صفي كان ناخد القاوة اللي بديل الكيش وكان بدنا نعمرهم حتى الفوق يعني ما كان دير شغل الكيش في الأسفل أو لا تخافوا لأن الكيش يفيد لكم رهم ما تفيدو موالو بالفران كان دخلو من الفران اللي تيكون سخون من الأسفل فقط حتى كيبال لي الكيش تنفخ مزيان وتحمر لي الكيش من الأسفل وبدك ياخد اللون مع جناب كنشاعل النار في وجه دي الكيش وحد ربع ديل دقائق لأن الفران تيكون سخون وكتخرجوا الكيش فهد ميني كيش هدو احتها مرة بالزبدة سبيسيال والكيش ما راشي ما ولو يعني الكيش قاب ترهسو والصحيح يعني ما تخافوا من تشي حاجة فان شاء الله نكمل الكيمية اللي عندي ونتلقى بيكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فهنا كما كتلاحظو معي غدا ندخل هدو الكيش هدو يطيبو على نار لي تكون متوسطة ونبدأ ان شاء الله نوجد في الميني بيتزات نعمرهم باش كنجي قد قدم على الوقت كيف كي طيبو كندخل البيتزات حتى هم يكملوا الطياب ونطلقى بيكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فهنا كما كتلاحظو معي هدو هو الشكل ديل صوص بشاميل كتجي كريمية وكتجي غزالة بزاف تحتامدوها فهي كتي اكتر اكتر من رائعة بهاد القيوة ومهادة ما كتيح موهلو من البيتزات فان شاء الله هنبدأو نوضعو كمية من هدو فهنا كما كتلاحظو معي هدو صورة نعمر في البيتزات بصوص بيتزا جائزة او لا تصيبوها بالضار اللي كنت سبق ونزلت معاكم في القناة كان وضعنا الفلافل طون زيتون مقطع والفرماج دي الموزاريلا بهات الصورة هذي بالنسبة البيتزات اللي بالسلسة البيضاء فكندي الكفتة اللي درنا مع الخضر المجففة بهات الصورة هذي فكتبت على هدو الصلسة هذي وكنوضع كمية من الجبن دي الموزاريلا صافي وكنستمر بها الطريقة هذي حتى نكمل كمية كلها فكي يجي هدو البيتزات هذي وبنان بنان بساب كنصر علي انني خاصني نخرج طلبية في الوقت صاحبة هالطلبية هذي فكنتمنى نكون شرحت مزيان ولما كانت شي حاجة واضحة مزيان ولما مشروحهاش بدقة خلي ولي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها بإذن الله ولكنت عندي شي طلبية بشي حاجة لانما شرحتهاش مزيان ان شاء الله نعاودها معكم وتكون مشروحها بدقة اكتر فانكمل ان شاء الله الكيمية اللي عندي ونتلقى بكم في الشكل نهائي بخليكم معي بإذن الله اذا انتي بقى دا هو الشكل نهائي دي الميني بيتزات بعد ما طابوا ما زال عندي لاطة اخرى تغيره في الفرانة الطيب فهذا هو الشكل دي البيتزات اللي بالبيشاميل وبالكفتا كي يجيوا معل كين وكي يجيوا بنان بنان بساب ان شاء الله تجربوهم الصحة والراحة وينالوا اعجابكم مهما دير البيتزات بحساب الدار غنوريكم كيفاش كتجي هدو البيتزا اللي بسلسة البيضاء او لسلس القيشاميل وبالكفتا فكي يجيوا بنان بنان بساب في اي نوع دي الكفتا ممكن انا نخدمو به وان شاء الله تجربوهم بصحة والراحة وينالوا اعجابكم غيدوا من الفرماج يتحمروا الناغي واحد شوية يدهو البيتزا سنخبشوا بنان بصحة رقعة فبالنسبة للخضر المجففة انا كنت اعتمدها بزاف لاباتي البيتزا ولاباتي الكيش راكت عضي واحد اللوم اكتر اكتر من رائع لان هذه الخضر فيها خيز وفلف الحمرة فيها المعدنوس فيها البصلة فيها التومة فيها انواع التوابل يعني اتاخدوها ودروها في واحد القرعة اللي كتسد مزيان راكت تبقى لكم مدة طويلة ما كيوقع لأول وهد الكيش اللي بليزي بناغره كي يجي بنين بنين بزاف ان شاء الله مني تجربوه يبقى معتمد عندكم وتعتمدوا ان شاء الله هدو الوصفات هدو احتف شهر رمضان المبارك اللي يبلغنا ان شاء الله الشهر الفضيل بإذن الله فاي حاجة مش رحتاش مزيان ولمك كانت شواضحة مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم علىها بإذن الله شكرا كبير لكم زاف زاف على حسن المتابعة ديالكم على تعالقكم زونين لك تخليوا لي على التجيه ديالكم على كلامكم طيب شكرا شكرا لكم ما بقى لي ايلا نقول لكم صلى وفراتكم زاف زاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته